أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم أن دارون أسيموغلو وسيمون جونسون وجيمس روبينسون فازوا بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 وقالت لجنة نوبل خلال الإعلان عن الفايزين في العاصمة السويدية ستوكول من ثلاثية حصلوا على الجائزة لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار وتعد الجائزة المرموقة المعروفة رسميا باسم جائزة تي بونك سويد المركز في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفريد نوبل في هي الجائزة الأخيرة التي سيتم منحها هذا العام وتبلغ قيمتها 11 مليون كورونا سويدية أي ما يعادل مليون دولار فصل واحد وفي وقت سابقين تم الإعلان عن جوائز نوبل في التب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام